بسم الله الرحمن الرحيم الصورة دي بتوضح طريقة العمل مع البيم طريقة توزيع الملفات هتبقى عملت ازاي الفكرة كلها اننا هيبقى عندي فولدرين فولدر الخاص بالقسم اللي شغال وفولدر شيرد مع بيت الاقساء الفولدر اللي هو خاص بالقسم هيبقى فيه الموضل بتاعي يعنينا ناخد مثلا هنا عندي structure وهنا عندي architecture وهنا عندي mp خلينا مثلا نتكلم على art texture الart texture هيبقى عندي فولدر خاص بالقسم اللي هنم وجود فيه اللي هو يعني يعتبر work in progress هنحط فيه art texture model وكل واحد هييفتح central دوت هيتعمل عنده sub model او هيتعمل عنده بدل central هيبقى عنده ملف local طول الاسبوع هو شغال ويرمي على art texture model او بيعمل singularization مع الملف دوت تمام والmeb عنده فولدر برضو موجودة هوت بيبدأ تشغل عليه والناس بتبدأ تاخد منه sub model وكذلك structure ولو فيه اي اقسام تانية ممكن تبدأ تعمل نفس الفكرة وفي اخر الاسبوع او ممكن مرتين في الاسبوع او او كل اسبوعين مرة حسب الاتفاق فيه شخص معين هو مسؤول عن ان هو يفحص الموديل دوت هل هو سليم ولا لأ لو سليم بيبقى فيه ورقة فيها مثلا هنتأكد من العاصر موجودة ولا لأ الانفروميشن موجودة ولا لأ الاسكادولات موجودة ولا لأ ال2D مطابق لل3D ولا لأ لما يتأكد ان الموديل سليم والناس بدأ شغال عليه وان هو مفيش حاجة واحدة شغال عليها فمسلا نرسم حيطة وما يكملهاش يتأكد ان الموديل سليم يروح عمل detach ويروح حطة الملف هنا في الart texture transformer في الفولدر اللي هو shared يبقى نعندي فولدر اسمه worker in progress وفولدر اسمه shared فالفولدر اللي فيه shared دوت الناس بدأ شوف بعض الart texture بيبدأ شوف ال mp وبيشوف ال structure وكل اقسام بتبقى عاملة لينكات للفولدر اللي على shared بيش على الفولدر اللي هو موجود في work in progress او معمول على الفولدر خاص بالقسم اللي هو بتاع ال mp او structure او الart texture دي الفكرة دي بيسهل شغل كتير اوي وكل واحد مثلا بيعمل update بيبدأ يقول للناس يخدنا خلى بالكم انا عملت update لكذا او في انا رحلت مثلا مبنى كذا لو احنا نشغالين بطريقة ان مفيش ملف شيرد والناس كلها شايفة بعض في نفس الوقت وفي نفس اللحظة لها مزايا ولا عيوب المزايا ان انت بتشوف الحاجة في ساعتها ما تستنعش الاخر الاسبوع بس العيوب كتيرة جدا ان ممكن يكون المعمار اللي لسه بفكر فبيجرب الجبر حتى هنا لان ما تنفعش الجبر حتى هنا فانت عملا تمشي وراه وتعدل كل شوية فبتحصل ان انت بتكرر شغل بتاعك فده بش يعني بالتجربة الاثنين اللي هنا ان shared هي الافضل وهي المشاكلة اقل بس ممكن يعني ممكن نكون رحمة تفين كل اسبوع بس في تعديل جوهري وخلاص التوافق عليه بروح اعمل ديتاتش في نص الاسبوع وروح اضطه هناك اول ما اتأكد ان تعديل ده توافق عليه اتمنى ان يكون الموضوع سهل وبسيط وان شاء الله تابعونا على القناة على اليوتيوب هتلاقوا بيت شرح الباب شكرا